فهددوا مواقف إيطارية بإفشار لقاء مرتقب بين محمد السوداني رئيس الحكومة والرئيس الأمريكي جو بايدن بعد نحو شهر من الآن أكدت الوساطات العراقية المقربة من دوائر في واشنطن أن الاتفاق على عقد لقاء بين الرئيسين في أيلول المقبل على هامش اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك كان بشق الأنفس لافتة إلى أن واشنطن ليست لديها مطالب أو شروط وإنما تريد الوصول إلى رؤية واضحة من العراق حول موقفها من إيران ونقل الأسلحة والمسلحين والتهريب الدولار